معجزة البصل وزيت الزيتون للقضاء على الشيب وكذلك البنات للقضاء على أهم مشكلة الصلع أو الفراغات البنات المشكلة هي إنبات شعر شعر لهم لا ينبات شعر نهائياً وصلتوا معي يرى عام، عامين، ثلاث سنين، خمس سنين وعلى حسب بلاجة مدة طويلة لها شعر تقيسوه وكتلقاه غير في نفس المستوى اليوم أجبت لكم وصفة للقضاء للقضاء على المبكير أو القديم لأنه البصلسبركتلا مع عارفة وكذلك وصفة للقضاء على فراغات الشعر في البداية أخذت لكم بعض المقاطع المصغرة على جنب لكي ترى الغزل وتأكدوا صحة الكلام والله هي البناس وصفة هبال وصفة سهلة في تحضيرها اقتصادية بسيطة للغاية وصفة 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 لكي تخضر مرحبا وصفة لطيفة وصفة يكون ألف مليون مرحبا سواء كنتم متسبعات ديالي جداد ولا قدام فمرحبا بجميع غا هو البناتي لكنتو أول مرة كتك تشفو لشن فما تنسيش تابطيل تحت وتكبسي كبسة اللايك باش هكذا ديديس أضونسي بيات ديدي تشجعيني ديدي تخليني نقلب ونبحث ونجيب لك كل ما هو جديد وكل ما هو زوين وكل ما هو غيفيدك إن شاء الله ويزيد بك القدام لأنه كين عدنا بنيساتنا الله يحفظهم لنا عدنا وليداتنا كيعانوا مشكل ديال الفراغات مش شغير إحنا كون أننا نساء كان عانوا بوحدنا من الفراغات ووليداتنا لا لكن بعض الوليدات يعانوا من هذه المشكلة هذا كذلك إلا عندك الزوج ديالك الأب الأخ ديالك العم ديالك يعاني من هذه المشكلة فبقت أجي مع هذه الوصفة لأنها ماشي للنساء فقط يعني هذه الوصفة للجنسين معان أي للنساء والرجال الحمد لله يعني ممكن تصلح لكنتيا ممكن إدراحت الزوج ديالك أو لا أي رجل من العائلة ديالك ولا من لا فامي ديالك فممكن تهديها ليه وصفة زوينة أنا الحمد لله دائما كدير هذه الوصفة أنا والزوج ديالي مرة مرة كنديرها الوليداتي إلا عندهم ماد المشكل الحمد لله حاليا ما عندهم تشي مشكل ولكن إلا جاهم بعض المشكل ديال الفراغات فكندير لهم هذه الوصفة ديالي لم تختار نيشيني الأصلية المئة بالمئة كذلك البناس كنبقتاجيها مع العائلة ديالي والفاميل الحمد لله ولو سيعرفوها كاملين بلوس البنات اللي كيتوصلوا معي في الخاص حتى هما البنات كنبقتاجيها معا مخارجي كتابيا المهم هو يستفدوا منها ديالي أهم حاجة عندي وبزفت البنات اعطيتها ليهم العاملية في الصيف واجدربوها ورجعوا لعندي في التعليقات تحية ليهم خاصة من هادلا فيديو فأعطيتها ليهم واجدربوها ورجعوا لعندي يقول لي الله عدك سحا ودعوا معي بزاف بزاف ودوك الدعيوات والله القسم اللي تيوصلوني فاشت يكونوا خارجين من منبع القلب كي ما سنقولو من القلب من اللوفون ديال القلب فتيوصلوني فحت انتم البنات ما تنسوناش من اللي لايك ما تنسوناش من الاشتراك ديالكم سوغ ماشان بشاك دائما نتوصلوا بكل ما وجديد ومو فيديو زوين اه خلوونا لبنات تعليقات الاقتراحات الاستفسارات شنو ما الي سوجو ولي شنو ما المواضع اللي سببونا نتكلمو عليهم ولا نهضروه فيهم اي موضوع واي سوجو سببونا نتكلمو عليهم ونهضروه فيه فاحنا راه الاشارة ديالكم ان شاء الله غاينتو ما امرو احنا ان شاء الله معلينه اللي التنفيذ ديال ذاك شي اللي يحبيتوا اللي يبغيتوا أول حاجة البصلة البصلة الحمرة البصلة فعالة اقتصادية وزوينة فعالة جدا للشعر والجسم وصفة ارتفاع البصلة الحمرة فكتكون ناجحة على البصلة البيض فأنا البناز كنت نفعلها خصوصا لكانت المكورة سهلة لف الحكام ولف كل شي بالنسبة للبناز الثاني مكوين هو الزيت البلدية والزيت ما عرفتش ذلك الاسم الآخر ولكن مهم لبناز خلي من فتعليقات شنو تقولون أنتو مزيت الزيتون زيت البلدية في المغرب الاسم الآخرين تنسى عليها فكروني فيه في التعليقات وخليوني كذلك البلد اللي تتابعونا فيه بلوس البنات شنو تتقولون زيت البلدية في الدولة اللي انتو مفيها باشا كدن تعرفوا على هذا الاسم هذا ديل هاد المكوين اللي ما تيختط تشيبيت في جميع المولدة ان شاء الله بالنسبة للبنات اللي يقول لي وش درتيه ديل البلد يعني ديل العربية ولغي ديل الشركات فأنا البنات ما نكدبش عليكم درتوغي ديل الشركة هانتو مالبنات درس هاد النوعية مزيانة رديما تنقول لكم صراحة ناكلوها احنا في الدار فاش ما ستتقادل لنا الزيت البلدية تناكلوها دي زوينا ونفس الوقت اللي بنات اندخل حتى في الوصفات الطبيعية اليوم الوليداتي والزوج ديالي غاهوا البنات شوفوا انتو مالبنات شنو غي ناسبكم في الزيت البلدية شمال النوعية ولا شمال ماركة كتحبوه هاده البنات زوينا ولكن حتى لا عندكم الزيت ديل العربية ايكون حسن يعني ديال العربية كتكون حتيات غزالة كتحمقوك المهمة تشيل اللي يكين هاده هما المقادير كاملين يعني الحمدول الله كما شفتهم مقوية لي هما ساهلين وهم اللي غنديرو غنديرو تيش حاجة واحد اخرى ده بغت تعرفوا معايا غرع للطريقة ديال كيفاش غنصوبو هاده هاده المحلول هاده فاول حاجة البنات غتتخدي بهاد البصلة هاده غاديت نقياها من طبيعة الحال خصة تتنقى البنات محلول تتنقى بسيان هاد الحمرة اللي بنات راكت حرق في العينين كتر من البيضة انتم ماذا تكونوا كتطيبو كتعرفوا يعني لاحظوا ومني ستديروا البصلة الحمرة في الماكلة كيفاش كاتجيكم كيفاش كاتجيكم كيفاش كاتجيكم كيفاش كاتجيكم يبال لكم واحد الفرق اللي بنات كبير هانتم مشوفوا اله كلاغدية الي كتجي في الموف كتحمقوا الريحة سوف نقسمها إلى نصفين سوف نقسمها إلى نصفين سوف نقسمها في الحكاكات سوف نقسمها إلى نصفين اخطر المناسبة للمشاهدة احضر هذه الوصفة معجزة وضقبتها لعلاج الوصفة لأخطر المشاهدة سوف نتعرف نضيف الرقيقة لا تخرج لك طرف ونطيب ونصب ونحتاج طروفة ونحن نضيف الشوائب تبارك الله لا تنسل ولا تنسل ومتلك احضر لكما اضافت والله العظيم بكثرة ما حرس وفعالة وزبينة نضيف الكيمياء 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 اضافة نففة ونففة يسهل لك العملية نضيفة عصر ثم نزيد كمية زيت الزيتون ثم نزيد كمية ثم نزيد ثم نزيد ثم نزيد لتخلط ثم نزيد ونزيد ثم نزيد نزيد ثم نزيد ثم نزيد تقلب خلال اي وصفة لا نشاركها معكم حتى ونجربها علي وليداتي سنين واعوام الشيء اول مرة سوف نديرها لأنه يحتوي بعض المرات الحمد لله ما كانت مشكلة للفراغات لأنه ممكن ما يكون عندك تشي مشكل ولكن يمر عام يمر شهرين تلت شهر يجيوك الفراغات فمشي مسألت انه مثلا مع عمرهم غاي يجيوك لالبنات دائما ديروا في بلكم اي مشكل قدروا انطحوا فيه فاقصنا داي جدوا نكونوا عقلين علي ولا نكونوا مقيدين انه هكذا في واحد لاجوندا ولا نكونوا مقيدين انه هكذا في التليفون مهم ديما نكونوا بدي راية على جميع الوصفات باش انفوان طاحوا امبانوا لفشي مشكل لقودوا لهذاك المشكل فالبنات هذه هي الوصفة ديال اليوم اللي فيها جوج ديال المقادر زيت زيت زيتون ولا زيت البلدية بلوس عصر ديال البسلق فاقص اول مرة للناس اممشي اول مرة بزاف المرات كندير معكم غير المكونات الاساسية من غير المكونات التانوية غير هوا على حسب الوصفة بعد المرات كندير مكونات تانوية لانه نبص فاقصنا نعالجو بها جميع المشاكل فاقصنا في حالة الهميزة هادي ما محتاجة شي يعني محتاجة غير عصرة البسلق وزيت البلدية ما محتاجة تشي مكونات تانوي اللي ممكن زيدو انضيفوه لها الناس لا يقولوا لي وش ممكن ديرو زيت جوز الهند ولا زيت الخرواع ولا زيت اللوز ولا زيت زنجلان لالبناز ضروري مدري غير زيت البلدية فقط مدري تشي حاجة واحد اخرى وبالمناسبة هاد الوصفة لكتعالج حتى الشيب لانه بزفة منكم قلتوا لي ما بقيتش كتبا اقتاجي معنا وصفات الشيب لالبناز انا رجيكم بواحد الوصفة ماشي وصفة عايد دس وصفات للشيب ان شاء الله سيسي لدي الوصفات للشيب لانه انتو مكت حماقوا لي على الشيب بزاف وكني بزافت فئات سواء النساء ولا رجال كيعانوا المشكل ديالشيب أنا جربت هاد احد الاسبوع هادا صراحة جربت بزاف الوصفات لانه ولقوم الني伊لي الحفظ الي لانه انه ما فيه شخص اعتج 요كنا يجرب ماء datab食 المصير او ديالشر بشكل مائه في هذا الوصفاء اشتركوا في القناة 100% بالنسبة لبنات هذه البصفة ستعالج حتى التساقط و تطول الشعر الحمد لله و ممكن دخلوا و تأكدوا سحر الكلام على منافع زيتون لأشعر هذا الشيء اللي كان حتى لنا حبيبتي وصلنا نهاية الفيديو نتمنى انكم تدعمونا بلايك باش هكده نزيدو نتشجعو و نزيدو نخدمو و نزيدو نبدعو اكتر و اكتر و يوم على يوم نبتكروا ليكم ش حاجة اللي هي زوينا عن تجربة مطابعة الحال و عن صدق و لله الحمد و هادي هي الوصفة ديال البصلة و زيت الزيتون اللي عدنا في كل بيت ماشي ما عدناش ولكن الفكرة و المعلومة اللي غطح علينا باش نتنصبوا بها وصفة العلاج للفراغات و القضاء على الشيب و القضاء على التساقط و الحمد لله اليوم اشجئتكم بها نسبنا غيرتنا الاستحسان ديالكم بس بخلوش علي يا حبيبتي بلاي لايك انا بزوجة فيكم اشتراك ديالكم تفعلكم زي الجرس و نتلقى معكم في ميزة و وصفات اخرى ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة